أهلا وسهلا بكم هل خروج المني أو السائل المنوي للزوج من محبل زوجته مباشرة بعد الجماعة أمر طبيعي؟ أم لا يدل على وجود مشكلة ما؟ أنا الدكتور أحمد كمان لاستشاري معامل أطفال أبيب في الجلترة وأكلمكم في هذه السلسلة عن كافية الحمل الطبيعي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله قبل أن أجيب على السؤال أستأذنكم في كلمة سريعة بخصوص الأسئلة التي ترد عليها في القناة ربنا يعلم حرصي الشديد على أني أجيب على كل سؤال كتابة وأنا أسعد بذلك جدا والله ولكن أحيانا مع كثرة الأسئلة لا أستطيع أن أجيب على كل سؤال كتابة لذلك أنا أستأذنكم الذي لم أجيب عليه في كتابة إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا إدانا العمر سأخصص حلقة خاصة أو أكثر من حلقة وياريت يا رب تكون بشكل دوري ومنتظم للإجابة فيها على كل أسئلتكم والله يحفظكم الله يحفظكم أصبروا عليها شوية يعني في أخت فاضلة مرة بعتت لي سؤال في منتصف اللي أنا ما عنديش مشكلة بعتوا الأسئلة في أي وقت تحبه ولكن ما تستعجلونيش يعني الأخت بعتت سؤال في الساعة واحدة بالليل بعد نصف ساعة كتبت يا دكتور لم تجيبني يا دكتور من فضلك رد علي وأخ فاضل متطوع جزاء الله خيرا كتب لها الدكتور لن يجيب ما فيش طبيب بيجيب في هذه القنوات والحقيقة ربنا يعلم والله زي ما قلت لكم أنا فعلا بسعد بالإجابة عن أسئلتكم وبعمل ده الوجه لله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتقبل ولكن يعني وخصوصا يا إخواننا أنتوا عارفين أننا لا عمري طلبت ولن أطلب أبداً أي دعم ماد للقناة ولا طلبت ولن أطلب أبداً أن أنتوا تتصلوا بي بالتطبيقات مدفوعة الأجه بس كل رجائي وطلبي ومنكم أن أنتوا بس تصبروا علي نرجع بقى لموضوعنا يلا بينا خروج المني أو سائل المنوي من الزوج من مهبة زوجته مباشرة بعد الجماعة باختصار شديد يا إخواننا لكي لا يوجد صبر يسمع الحلقة الآخرها هذا أمر طبيعي لا يدعو للقلق ولا يؤثر على موضوع الحمل مطلقاً دعني أشرح قليلاً للحابب يسمع هناك حقيقة غيبة عن كثير من الناس السائل المنوي يا إخواننا يتكون من حكتين مهمين جداً من الحيوانات المنوية وسائل تسبح في هذه الحيوانات ويغذي هذه الحيوانات بعد الإلاج والقذف داخل المهبل في دقائق معدودة الحيوانات المنوية النشيطة أو النطاف المتحركة النشيطة بتترك السائل خلفها وتسبح بسرعة شديدة جداً خلال عنق الرحم إلى تجويف الرحم ويساعد على هذا تغير في طبيعة الإفرازات المرأة في حوالين وقت التبويض تصبح الإفرازات أكثر شفافية ومائية مما يسمح بمرور هذه الحيوانات بسرعة شديدة جداً إلى تجويف الرحم ويساعد المفصل اليهم ويوث تركها بقية السائل المنوي والذي ترى أخير أو ترى ويخرج من المهبل هذا ليس الجزء المهم من الأخير من الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الجيدة تركت بالفعل ودخلت إلى تجويف الرحم يعني يا دكتور السائل اللي خرج مني ده أو المنية اللي خرج مني ده مفهوش حيوانات منوية أنا ما قلتش كده فيه حيوانات منوية ولكن فيه حيوانات منوية ميتة أو غير جيدة ما بتتحركش بشكل جيد كده كده لن يكون لها دور في تخصيب البويضة وحدوث الحمل نضيف كمان حاجة تانية على الموضوع ده لما بيحدث النشوة الجنسية عند المرأة بتفرز هي كمان بعد الإفرازات كل الإفرازات دي بتتكون في المهبل والمهبل يا إخواننا لن يتسع لكل هذه الإفرازات فتخرج هي كذلك مع السائل أو بقية السائل اللي بيخرج من المهبل فتظن السيدة أو اللي بيشاهده يظن أن دي كمية كبيرة في حين أن هو مش بس سائل منوي ده بالإضافة للإفرازات فيبان أولا أن فيه كمية كبيرة في حين أن هو ليس كذلك ثانيا يبان أنه خفيف بسبب هو مش خفيف ولكنه خفف بالإفرازات اللي تبقى غالبا مائية وشفافة في هذه الفترة فيبان كذلك أن السائل منوي خفيف حين أنه ليس كذلك طبعا كلامي ده بينطبق على الحالات اللي بيتم فيها إيلاج وقث بشكل كامل داخل المهبل حالات دي اللي بيئ فيها مشاكل في الجماع سواء عند الرجل أو عند المرأة عند المرأة من حالات التشنج المهبالي أو حالات الخوف من الجماع أو ما يسمى برهاب الجماع أو مشاكل عند الرجل من ضعف الانتصاب أو مشاكل القث اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى لو فيه في الأمر بقية نتكلم عليها مشكلة مشكلة ونتكلم على علاجها أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون غطيت الأمر الموضوع بشكل جيد لو شعرتوا أن غيركم ممكن يستفيد ياريت تعمله شير ولو عجبكم الفيديو ياريت تعمله لايك ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الدارية الصالحة اللي ما اشتركش في القناة يا إخوانا ياريت يشترك اشتركوا في القناة